أبناء طلاب دبلوم التخصصات المعمارية في كل مكان أصعد الله يومكم كل خير النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنلتقي مع الدرس الثاني لمادة التخطيط التخصصات المعمارية تخصص أو شعبة أعمال الخرصانة الصف السالس طبعاً إحنا كنا اشتغلنا في الجزء الأول في الحلقة السابقة عن أعمال الخرصانة وحساب كميات أعمال الخرصانة العادية ووقفنا عند جزء كيفية حساب الخرصانة للأواعد العادية وكنا توقفنا عند هذا الحد النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن أو هنتناول بالشرح جزء حساب الكميات الخاص بأعمال الخرصانة المسلحة للأواعد والميد ورقاب الأعملة دول ثلاث أجزاء هنشتغل اليوم النهاردة إن شاء الله كمان بإذن الله إذا سمح الوقت إن شاء الله هنتكلم في أعمال حديد التسليح وإزاي أقدر أحسب كميات حديد التسليح اللي موجودة عندي في الأواعد والميد وهناخد نموذج واحد بس من الميد وزي ما قلت في الحلقة السابقة قبل كده إن أنا لو أنا مطالب أو هو في الامتحان طلب منك إنك أنت تحسب أعمال حديد التسليح لميدة واحدة بس يبقى أنا بشتغل على الميدة واحدة بس أو النموذج اللي هو مطلوب مني ما بشتغلش كل الأجزاء اللي مطلوبة مني أو كل اللي موجود في الميد عشان ما هدرش الوقت بتاعي المخصص للإجابة في أعمال الامتحان فبكون محدد في موضوع الإجاب طبعا زي ما قلت قبل كده وبنفكر بعض وبفكركم وعشان نعمل ترابط ما بين الحلقة السابقة والحلقة الحالية إن أنا اتكلمت على جزئين وقلت إن التخطيط بيكون عندي جزء أو شق مواصفات وشق كميات اتكلمت عن في عجلة كده واسترجاع للدرس اللي فات قلت في المواصفات كنت بتكلم على أعمال الحفر وقلت المواصفات اللي هو الشروط اللي أنا كصاحب أرض أو صاحب ملك طالبها أو طالب إنها يتم تنفيذها من المقاول واللي هيستلمها بعد كده المهندس أو المشرف الاستشاري اللي هيشتغل أو اللي هيستلم أعمال التنفيذ طيب هنقول لو أنا هنسترجع كده مع بعض عشان نفكر بعض كده وبعد كده نعمل ترابط ما بين الحلقتين أنا تكلمت المرة اللي فاتت في المواصفات في الجزء الخاص بالمواصفات بعمل الحفر قلت في المتر المكعب ولازم أحدد المتر المكعب حفر في أرض طينية ولازم أحدد نقع التربة اللي هيتم فيها الحفر مع سند جوانب الحفر إذا لازم الأمر وانا قلت عشان لو هو بتتم أعمال الحفر في أرض أو تربة يعني غير سابتة ويحصل بعد كده نهيار للتربة فييجي الماوي اللي يقول لأنا كنت متفق معاك على سعر لا إحنا هنزود السعر عشان أنا أحتاج أعمل سند جوانب الحفر فأنا طبعا لازم أكون محدد وواضح من البداية في المواصفات بتاعتي الخاصة ببنود المؤيس فأنا بقوله بالمتر المكعب حفر في أرض طينية على أن يتم سند جوانب الحفر إذا لازم الأمر مع ضبط وتسوية قاع الحفر ونقل ناتج الحفر إليه إلى مسافة معينة بحدد هالو طيب ده كده كان الشق المواصفات الخاص بعمل الحفر في عجلة وحسبت كان عندي ثمن أواعد قلت النموذج الأعدة بتاعتي كان بعدده 80 في 80 وهي العادية أو متر في متر أيا ما كان الماس بتاعي قلت العدد بحط في خانة العدد عدد الأواعد بعد كده الطول والعرض فيه بند الطول وبند العرض وبضرب العدد في الطول في العرض في الارتفاع وبحطهم في خانة الجملة وأبنان عليه باعرف أنا عندي كم متر هفر كم متر مكعب حفر الماول ده يتحاسب عليه طيب بعد كده الجزء الثاني اللي احنا اشتغلنا عليه في الحلقة السابقة كان عن الخرصانة العادية وكيفية حساب أعمال الخرصانة العادية وقلت فيها مواصفات وقلت فيها كميات طب المواصفات اللي كانت خاصة بالخرصانة العادية قلت بكتب فيه المواصفة في بيان الأعمال طبعا بند رقم 2 اللي هو بعد الحفرة على طول بيان الأعمال بيكون عبارة عن إيه بالعدد أو بالمتر بقى معلش بالمتر المكعب خرصانة عادية مكونة من لازم أحدد كمية الخرصانة أو كمية المواد اللي دخل فيها أعمال الخرصان عشان بعد كده هو انا هحسبه على الشغل اللي يحطه ككميات اسمنت ورمل وزلط في الخرصانة دي فانا بقوله بالمتر مكعب خرصانة عادية مكونة من 300 كيلو جرام اسمنت او 250 كيلو جرام اسمنت بكون محدد طبعا لو انا بشتغل في اواعد فبقول مثلا 250 كيلو جرام اسمنت لكل متر مكعب رمل و18 متر مكعب زلط خلاص كده ده ده الموصفات الخاصة بايه الخرصانة ماشي طيب الخرصانة دي بعد ما يخلطها على ان يتم العمل حسب اصول الايه الصناع باجي تحت بقى في العدد باكتب عدد بيكون عندي الاواعد اللي انا حفرتها نفس العدد اللي كان موجود في بند الحفق هو اللي هيبقى موجود عندي في بند الخرصانة العادية لانه اريده طبيعي اللي انا حفرته هو اللي هيتصب بايه خرصانة عادية يبقى العدد كان هو هناك تمانية هيبقى هنا برضو تمانية في الخرصانة العادية طيب الطول والعرض ما بيختلفش. اللي بيختلف عندي بيكون الارتفاع في الخرصانة العادية. لان طبعا احنا بنسميها كده او الاسم الدارك بتاعها. الخرصانة العادية بتبقى موجودة في الاواعد. بنقول عليها طبعا يتمضافها. دي حاجة كده. عشان بس اقدر احط عليها لحريد التسليح في الاعدة المسلحة زي ما نشوف في الحلقة بتاعتنا النهار دي. اللي بيختلف عندي ما بين الحفر وبين الخرصانة العادية هو الارتفاع. يعني طو عدد وطول وعرض في الاواعد الحفر هو نفسه عدد وطول وعرض في الخرصانة العادية. نفسه بالضبط. بيتغير عندي في الحفر. في الخرصانة العادية من الحفر. طيب ارتفاع الحفر بيبقى شامل كل ما هو موجود تحت الارض. يعني كل اللي موجود من خط وش الارض. ده كله كده على بعضه. بيبقى فيه بقى رقاب اعمدة. وعندي خرصانة مسلحة وعندي خرصانة عادية. كل ده على بعضه كده بيبقى ارتفاع الحفر. بجمعهم كلهم على بعض وبطلع ارتفاع ليه الحفر. يبقى من الاعدار العادية لحد وش الارض كل ده كده بنسميه ارتفاع الحفر. طب في الخرصانة العادية بيبقى بس يعني خاص بارتفاع الخرصانة العادية. وهو ده وجه الاختلاف ما بين البندين. يبقى انا في الامتحان لما بجيب لك احسب اعمال الحفر واحسب اعمال الخرصانة ونفس البند وليكن مثلا الاواعد. يبقى انا اعتبر كده بخدمك بديلك حاجة. هما الاتنين هيكونوا زي بعض. هيختلفوا في الارتفاع ويختلفوا في المواصفات فقط لغير. طيب النهاردة ان شاء الله هنشتغل على اعمال الخرصانة المسلحة. وهنبدأ بالاواعد ثم رقاب الاعمدة ثم الميد. وعايز اقول ان النهاردة هناخد الميد بحالتها المختلفة. يعني هيبقى عندي. هنشوف النهاردة في الحالة حاجات مفيدة جدا جدا جدا. ومختلفة لازم نتابع ونشوف ونركز ونعرف ايه اللي يتم وتعامل مع موضوع الميد دي ازاي؟ لان كل ميدة لها طريقة في الشغل بتاعها. في الحسابات بتاعتها عندي ميدة منتهية. يعني مقفولة بقاعدة من ناحية دي. وقاعدة من ناحية دي. عندي ميدة مستمرة من جنب واحد. ازاي اقدر احسبها؟ عندي ميدة محسوبة من الجنبين. فلازم اكون عارف الكلام ده كله. عندي ميدة ركبة على ميدة. ازاي ان انا احسب. وخصم عندي ميدة ركبة على قاعدة. طبعا بخصم من الاواعد. كل ده هنشوفه النهاردة. انا النهاردة مركز على الميد. بس هناخد معاها ونشتغل في الاواعد ورقاب الاعمدة. وعايز اقولك ان احنا عندنا فرق ما بين رقاب الاعمدة واجزاء الاعمدة المتدخلة لان اغلب طلابي وابنائي بيبقى عندهم لبسي في النقطة دي وبيخطأوا فيها. رقاب الاعمدة هي اللي بتبقى موجودة عندي في الاواعد. يعني الجزء انا بعد ما بيعمل الاعدة العادية بعدين بيعمل الاعدة المسلحة لوش الارض. الجزء ده بعمل فيها حاجة اسمها رقبة عمود. لحد اللي هي المسافة يعتبر اللي بتتردم. اللي احنا بنردمها عشان يبقى سوى لايه? نساوي للشارع او ارتفاع بسيط عن الشارع. طيب دي ببقى اسمها ايه? اسمها رقاب اعمدة بتبقى موجودة كلها تحت الارض. عشان يوصل لوش الارض زي ما بنقول. طيب في اجزاء الاعمدة المتدخلة او اجزاء الاعمدة المتدخلة بتبقى موجودة فين? حتى من اسمها اجزاء متدخلة. بتبقى متدخلة مع الكاميرات. يعني الكاميرات لما بيجي الراجل بيبني بيعمل الاعمدة بيبقى مثلا ولكن هيبقى ارتفاع الضر بارتفاع تلاتة متر. فهو بيعمل بارتفاع اتنين متر وسبعين ويسيب التلاتين سنت دول عشان هيعمل السائط اللي هو الكامير. طيب الكامير ده بيبقى العمود داخل جوة الكاميرا. تمام كده? ولكن الكاميرا على وش العمود اللي هو ايه? اتنين متر وسبعين. الجزء الباقي من العمود اللي هيبقى جوة الكاميرا هو ده اسمها ليه? اجزاء الاعمدة المتدخلة. وديا بيبقى لها حسابات اخر. النهاردة ان شاء الله احنا بنشتغل على بنكمل المشروع اللي فات اللي سابق قبل كده وتكلمنا فيه في الحلقة السابقة. اللي هو كان اواعد عبارة عن اواعد ورقاب اعمدة ومية. ان شاء الله في المشروع القادم بازن الله هنشتغل على كاميرات واجزاء اعمدة متدخلة. طيب نروح كده السلايد بتاعنا ونشوف المشروع ونفكر بعد كده به. على السريع كده نشوف. ده طبعا جزء للتسليح. المشروع بتاعنا كان بيقول لي الرسم الماضي عبارة عن ماسكو طلوفك اللي تفصيلها بالاساس. وقلت ان ايه المطلوب عمل مويسة كمية لأعمال الخرصان العادية والمسلحة وده كان المشروع بتاعه. نبص كده على المشروع وانا قلت قبل كده دايما نحاول ان احنا نعمل حاجة اسمها قرية الرسم. لازم اقرأ الرسمة وابقى عارف المقاسات بتاعتي فين خلي بالك لان انا هحتاجها. وانا هنا لو لاحظنا سمت لك كل ميدا بالنموذج بتاعها. بص كده ميم واحد هتقول لي هي مختلفة يا بشماندس او يا مصر دي عن دي اقول لك اه ليه? لان لو بصيت هنا ده اللي كنت بتكلم عليه الميدا واحد ده النموذج واحد ده ميدا ركبة على قاعدة وقاعدة يعني منتهية مايش مكملة لو بصيت هنا يا الميدا رقم كان دي رقم اتنين هنا بص كده مكملة وركبة على ميدا ومعديها للقاعدة التانية يعني هنا الميدا دي بدأ من قاعدة ثم ميدا مر بميدا ثم مكملة لحد القاعدة. طيب لو جيت ابص مثلا على النموذج ده برضو منتهي اللي هو ايه نموذج ثلاث بص كده لو بصيت عليه شفت منتهي بقاعدتين هتجي تقول لي طب هو ليه سميت ده غير الاسم ده هقولك ان البعد ده هو بتاع الميدا واحد عشان حد ممكن يقول لي طب ما هي مقفلة من هنا يا ميستر دي من هنا زي من هنا الميدا دي محصورة ما بين قاعدتين والميدا دي محصورة ما بين قاعدتين اقولك آه كلام سليم ومزبوط ولكن هنا البعد من المحور بين العمود ده للعمود ده 4.5 متر البعد في في هنا 6 متر يبقى ده اذا غير ده يبقى النموذج ده غير النموذج ده طيب تعال اذا نشوف نموذج مختلف كمان لو وصيت هنا حالقة هنا ايه الميدة دي ميدة بص مكملة مشى هنا معدية على ميدة ومعدية على ميدة وبعدين هنا سبت عند مين عند قاعدة يبقى هنا معدية على ميدة واحدة هنا مقفولة من ناحيتين هنا مكملة على ميدة وميدة هنا مقفولة من قاعدتين من ناحيتين ولكن البعد هنا غير البعد اللي موجود هنا طيب ده كله كده باخد منه ايه ده اسمه المسقط الوفقي وباخد من عليه الاطوال والعروض عندي هيبقى كمان حاجة مساعداني جدول هنشوف دلوقتي كمان شوية الجدول ده بيبقى موجود في الطول والعرض والارتفاعات الخاصة بأعمال الخرصانة والحفر والخرصانة المسلحة وكذلك برضو أعمال الحديد التسليم طيب هنا بقى ده قطاع القطاع ده تفصيلة كأننا لو قطعت بالزبط كده في العمود وانزلت الحد بطن الأرض تحت هشوف ايه هشوف جزء الأعمود ده الأعمدة اللي أنا بتكلم عليها رقاب الأعمدة ده وش الأرض وش التربة بتاعي كل ده تحت الأرض موجود تحت الأرض حفر تحت الأرض يبقى أنا لو جمعت ده كله على بعضه بيدين ارتفاع الحفر زي ما قلت في الحلقة السابقة ولكن كل حاجة لوحدها بقى لها ارتفاعها زي هنا القاعدة الخرصانة العادية هنا الخرصانة المسلحة ارتفاعها 40 رقاب الأعمدة أو الجزء اللي باقي من الأعمدة عشان أطلع لسطح الأرض ارتفاعه 60 طبعا العروض بتاعتي هنا 25 ده بيبدأ من الصغير الكبير أو لو هجيبها من العكس من تحت متر وعشرين ده الأعدة الخرصانة العادية 80 ده الأعدة اللي هي الخرصانة المسلحة 25 ده عرض العمود بتاعي والأعمدة بتاعتي لو بصيت هنا كده 25 في 25 عرفت منين لأن العمود مربع هو بين قدامي وهنا ده العرض بتاعه يبقى طوله زي عرضه 25 في 25 طيب ده كده كان شرح ليه المشروع بتاعنا ويه للرسم نيجي كده ده الجدول هولا أنا بقولك عليه هيد الجدول ده هيدوني في الامتحانة مصر هيبقى موجود عندك موجود فورا تلاسلة متقسم للأواعد العادية طولها وعرضها وارتفاعها لوعد المسلحة طولها وعرضها وارتفاعها تسليح الأواعد طبعا عندي حاجة اسمها فرش وغطى وعندي الحسام الميد طبعا طول وعرض عرض وارتفاع والطول بقى طبعا أنا بجيبه من المسقط رفقي تسليح الميد بيديني طبعا التسليح بتاعه علوي وسفلي هنا لو أنا لاحظت أن كل الأواعد بتاعتي مربعة متر وعشرين في متر وعشرين فديه معلومة أنا بخدها منه عشان أبعارف إن الطول زي العرض وبما إن الأعدة العادية مربعة هيبقى الأعدة المسلحة اللي موجودة عليها برضو مربعة 80 في 80 وعندي العميدة طبعا طبعا 25 في 25 اللي هيختلف عندي الميد طبعا العرض بتاع الميدة 25 وارتفاعها 40 لو لاحظت هنا حاجة إن ارتفاع الميدة هيبقى ماشي مع ارتفاع مين؟ الأعدة المسلحة الميدة ارتفاعها 40 ماشي مع ارتفاع الاعداء المسلحة كل دي حاجات لازم تبص عليها في بداية لما تستلم ورية الاسئلة وتبص على المشروع بتاعك لازم تقرى الرسم كويس لازم تقرى الجدول بتاعك وتشوف الابعاد بتاعتك ماشية ازاي طيب بعد كده ده جزء كنا تكلمنا عليه في الحلقة السابقة وتكلمنا عن الحفرة هو بالمتر المكعب اللي انا لسه قيله من شوية حفر في ارض كزا بعد كده دخلت على الخرصانة العادية وتكلمت فيها وقلت 250 كجرام اسمنت لكل متر مكعب رمل وتمانية من عشرة متر مكعب زلط طيب بعد كده على ان يتم العمل ان يتم دك الخرصانة جيدا وان يتم العمل حسب اصول الصناعة وقلت العدد تمانية ومتر وعشرين في متر وعشرين وارتفاعها خمسين وجمعتهم ضربت العدد في الطول في العرض في الارتفاع وحطيته في خانة الاضافة ثم نقلت الخانة الجملة او الكمية فاصبع عندي خمسة متر ستة وسبعين متر مكعب خرصانة عادية هيحط المقاول السعر بناء على الاجمالي النهائي اللي هو ده طيب ايه اللي جاي بعد كده اللي جاي بعد كده اللي هو شغلنا النهاردة انا هتكلم عن الخرصانة المسلحة طيب موضح دي مع بعض ده انا كده هابدأ جزء جديد هتكلم عن الخرصانة المسلحة وزي ما قلت في بداية الحالة عند شقين شق مؤيسات وشق مواصفات والدرجة بتاعتك خلي بالك بتكون متوزعة على المؤيسات وعلى الكميات وتكون متوزعة على المواصفات وبالتالي لازم أتقن هنا الإجابة صح ولازم أتقن الإجابة هنا صح طيب في جزء المواصفات وإنا قلت لك جزء المواصفات هو الخاص أو العقد اللي بينه وبين المقاول اللي هينفز المشروع وهي مواصفتي في الشغل اللي أنا محتاجه طيب نقول في الخرصانة المسلحة بالمتر المكعب خرصانة مسلحة يبقى أنا لازم بعرفه إن المقاول ده لما تيجي تشتغل مش حاسبك بالمتر المربع لا انت هتحسب بالمتر المكعب ومتر مكعب يا شباب يعني ايه يعني طول في عرض في ارتفاع يعني انا ما جاء كعب الشغل بتاعك بتاع الخرصانة مش هحسب لك طول في عرض لا ده انا هحسبك عبارة عن متر مكعب طول في عرض في ارتفاع تمام كده يبقى بالمتر المكعب ده اول معلومة هو يعرفها وياخدها بالمتر المكعب ايه هشتغل ايه خرصانة مسلحة لزوم مين الاواعد والمية يبقى انا كده محدد له كمان إنه أشتغل خرصانة مسلحة بس فين في الأواعد والمياد ورقاب الأعمدة يبقى هو عار مكونة من 350 كيلو جرام أسمنت يبقى هنشوف نحفظ كده مع بعض وقبل ما نحفظ نفهم يبقى بالمتر مكعب خرصانة مسلحة مكونة من 350 كيلو جرام أسمنت لأنه كده يعني بمعدل 7 شكاير أسمنت لكل متر مكعب خرصان يعني أنا عندي 10 متر مكعب خرصانة يبقى أنا أحط له مكعب شكارة 70 شكار ده شرط لازم يحط كده أنا رشرت عليه كده يبقى 350 كيلو جرام إيه أسمنت لكل متر مكعب إيه رامل تمام كده و8 من 10 متر مكعب زلط و4 من 10 متر مكعب رامل يبقى وقاعدة سابتة كده وعايزين نحفظها مع بعض إن الزلط الزلط 8 من 10 والرامل 4 من 10 يعني الرامل نص الزلط لو أنت بتحسب وطلع عندك مثلا وليكن 20 متر زلط يبقى أنت عارف إن 20 متر زلط دول في الخرصانة المسلحة أو في الخرصانة العادية هيحتاجوا أربعة إيه هيحتاجوا مصهم يعني 10 متر مكعب رامل تمام كده تمام كده يبقى الزلط الزلط ضع في الرامل والرامل مص الزلط طيب بعد كده على أن يتم رص حديد التسليح خلي بالك بقى أنت كده بتلزمه على أن يتم رص حديد التسليح حسب الرسومات التنفيذية الهندسية يبقى أنا بشرط عليه وأقول له إنك أنت عندك حديد وليكن مثلا سفلي 7 متر يبقى أنت تحط السبعة في المتر ما تجيش أنت بقى في الرسم تخالف الرسم في التنفيذ تخالف الرسم أنا بقول لك أن يتم رص حديد التسليح حسب الرسومات التنفيذية وأن يتم العمل في النهاية خالص عشان زي ما قلت قبل كده أن يتم العمل حسب أصول الصماع يبقى أنا شرطت عليه إن من قتلف شيئا فعليه إصلاحه كده كده هو لازم ومجبر إنه يلتزم بشروط المواصفات اللي موجودة اللي أنا ذكرته له طيب ده كان جزء خاص بالمواصفات بتاعتي طيب بعد كده هنتيل للحسابات تعالوا مع بعض كده ونشوف هشوف كده في الجدول بتاعي وحاولين طبعا نركز فيه موضوع الجدول وكون عارف إن الجدول بتاعنا عندي طبعا خانة العدد والطول والعرض والارتفاع ودي كلها على بعضها كده اسمها أبعاد وعندي إضافة وتنزيل وكمية بقولي هنا بعد ما خلصت المواصفات بتاعتي ببدأ لازم لازم أعرفه أنا بحس بإيه فبقوله لزوم القواعد المسلحة تمام كده العدد تمانية ليه عرفت منين تمانية عرفت من الرسم بتاعي اللي كان موجود عندي النوة تمانية لو بصينا مع بعض كده في الرسم بتاعنا فيه الورق أهو المشروع بتاعنا عندي كم قاعدة هنا تمانية 1-2 بص كده 1-2-3-4-5-6-7-8 يبقى عدد الأواعد اللي عند كان في المشروع تمانية 1-2-3-4-5-6-7-8 يبقى ده أنا جبت منين العدد جبتوا من على الرسم بتاعي أو المشروع بتاعي العدد تمانية طيب بعد كده هاجل ليه خانة الطول والعرض طيب أجيب خانة الطول والعرض منين قلت من الجدول اللي هيبقى موجود عندي لو بصينا كده في الجدول اهو 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 خامة الطول والعرض بتاعي بص كده الاواعد المسلح انا شغال على الاواعد المسلح كام الطول 80 والعرض 80 والارتفاع 40 هم مدهالي هنا ولو بصنا على السلايد بتاعنا فيه على القطاع نروح ونشوف نبص كده مع بعض اهو كده على المشروع بتاعنا اهو 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 الطول العدد 1 2 3 4 5 6 7 8 8 اواعد ده العدد طيب الطول بتاعي فين اهو 80 طيب انا عرفت العرض منين يا اما من الجدول يا اما اصلا كده كده ما انا قلتلك ان الاواعد مربعة عرفت منين منها مربعة عرفت من الجدول طب وغير الجدول ان العمود مربعة والاعدة العادية كانت مربعة يبقى قريد الاعدة المسلحة هتكون ايه مربعة يبقى خانت العدد 8 جبتهم منين عدته طيب بعد كده الطول 80 جبتهم منين من على القطاع او من الجدول طب والعرض 80 عرفت انين من هو 80 عرفتهم من الجدول او عرفت ان انا الرسم عندي بيقول ان العمود مربع يبقى الاعدة الخرصانة المسلحة اللي موجودة تحت منه ايه مربعة زيها زي الاعدة العادية طيب نروح بقى ونكمل بعد كده اهو يبقى انا جبت لحسابتي خلاص الطول والعرض بتاعي العدد 8 طول 80 العرض 80 الارتفاع 40 بعمل ايه بعد كده يا شباب بضرب العدد 8 في الطول 80 في العرض 80 في الارتفاع وحط الناتج بتاعهم في خانة الاضافة ليه في الاضافة عشان حجمع بعد كده كل اللي جاي وحطهم في خانة الجملة يبقى عندي اجمال الخرصانة المسلحة على بعضها ما تبقاش كل حاجة لواحدة خلاص كده الاعمل ده ما فيش مشاكل فيه الاواعد عرفت ان عددهم 80 وطولهم وعرضهم 80 عددهم 8 وطولهم وعرضهم 80 وارتفاعهم 40 وضربتهم في بعض وطلع الناتج 2 متر وكام وخمسة خلي بالك دي خمسة خمسة سنت مش خمسين خمسين من مية يعني مص متر مكعب خرصانة لا دول خمسة سنت تمام كده خمسة من مية اتنين علامة زيرو خمسة يبقى خمسة من مية لاازم نفرق ما بينها وما بين خمسة من عشرة خمسة من عشرة يعني مص متر مكعب خرصانة هتفرق كتير طبعا هتفرق معايا حل 45 سنتي خرصانة وطبعا دول لهم اجر وهجرهم هيبقى غالي وتكلفتهم مين هيتحسب عليها بعد كده. طيب بعد كده عندي رقاب الاعمدة. قلت لك ان رقاب الاعمدة هي الجزء. الجزء اللي موجود بيبقى موجود عندي. اعلى الاعدة الخرصانة المسلحة لحد وش الارض. يعني وش الارض هو بينزل لتحت الحفرة ولا يكون مسلا متر. هياخد منه اربعين سنطي مسلا مسلحة. وعشرين عادية. يبقى اربعين وعشرين ستين اللي هيتبقى للمتر هو ده اسمه رقاب اعمدة. بيجي الرجل عشان يوصل لسطح الارض بيعمل حاجة اسمها رقابة عمود. الرقابة دي عشان توصله لسطح الايه الارض. طب هما عددهم هيبقى كام عشان احطوا في الجدول. طب ما انا لسه ايه لك من شوية ما هما تمن اعمدة. تمن اواعد. كل قاعدة هيبقى عليه ايه? عمود. يبقى العدد كام? تماني. طيب انا كنت في الرسم لو بصيت قلت لك ان الاعمدة في القطاع كان العرض العمود خمسة وعشرين. طب والطول بتاعه يبقى كام يا مستر? اكيد هيبقى خمسة وعشرين. طب عرفت منين? لان برضو على الرسم العمود بين عندي ان هو ايه? مربع طوله زي عرضه. وهو ما ادي لك بس العرض. يبقى انت قلت دي بتستنتج اللي ايه? الطول. يبقى عرض العمود خمسة وعشرين. وطوله كام? خمسة وعشرين. ده اللي موجود عندي فيه الرسم. طيب ارتفاع رقابة العمود. اجيبها منين? نجيبها من على القطاع. نبص كده مع بعض. في الورق بتاعنا. اهو. فين هي رقابة العمود? نوضحها كده مع بعض. دي هي الجزء الهو. الجزء اللي موجود ده اهو. اهو. ده. ده كده احنا بنسمي رقابة عمود. اهو. لو لاحظت كده اشوف. ده ده وش الارض. احنا بنوع عليه سطح الارض. تعرفوا النام? ان العلامات دي يعني علامات التربة. احنا بنوع عليه انديكيشن اللي خاص باليه? بالتربة. يعني ده بيقول لي ان دي سطح التربة. ودائما انتلاقي عليه علامة اللي ايه? علامة المنسوب كده اوه. هتلاقيها موجودة. اللي هي كده بالزبط. بتبقى عاملة كده. ده كده بيقول لك ان ده سطح الارض. وكل ده موجود اسفل الارض. يعني كل ده حفر موجود تحت الارض. الراجل عمل الاعدة العادية ايه? ارتفاعها خمسين. وعمل المسلحة ارتفاعها اربعين. طيب. عمل اربعين وعمل خمسين. تمام كده دول تسعين. لسه عنده على وش الارض يديه عشان يطلع لفوق عشان يساوي على وش الارض عنده ستين اللي هم احنا بنسميهم رقاب الايه? الاعمدة. يبقى دي اسمها جزء ده اسمه رقابة الايه? العمود. خلاص كده يبقى من بعد الاعدة المسلحة لحد وش الارض. ده كده احنا بنسميها رقابة العمود. عددهم كام تمانية تمانية ليه? عشان هم كل عمود كل عمود من دول طبعا هيطلع برقبة عشان يوصل لسطح الايه? الارض. ودول تمانية بحسب عدد الايه? الاواعد طولهم 25 عرفت منين 25 لان هو قال لي ان الاعمالة دي مربعة طول زي العرض. هو مديلك هنا الطول بس اهو او العرض بس 25 يبقى الطول هيبقى كام 25 يبقى العرض تمانية الطول 25 العرض 25 اللي ارتفاع جبته منين او اجيبه ازاي? احسبه ازاي? احسبه من على القطاع. طب هو موجود في ان يا مستر او انا اعرفه ازاي? اي طالب يقدر يستنتجه ازاي? من على القطاع? ده اسمها قطاع وده اسم المسقط الافقي. موجود فين? موجود اهو من وش الخرصانة المسلحة حتى اه سطح ايه? الطربة دي رقبة العمو. طيب نروح كده الاسلايد بتاعنا ونكمل. هنا بقى بيقول ايه اهو? دربت بقى العدد في الطول في العرض في الارتفاع ودربتهم في بعض بضربهم كلهم يعني تمانية في 25. الناتج اللي اطلع اضربه في 25. الناتج اللي اضربه في 60. الناتج اللي اطلع احطه في خانة الايه? الاضافة يبقى مكعب رقاب الاعمدة دي رقاب الاعمدة التمانية ده هم مكعبين 30 من 100 متر خرصانة. يعني تقريبا ربع متر خرصانة لازمين عشان اعمل التمن رقاب بتوع الايه? الاعمدة. يبقى انا كده حسبت الاواعد المسلحة وحسبت الايه? رقاب الاعمدة. طيب الجزء اللي جاي بعد كده ولا انا في بداية الحلقة قلتلك هنحتاج ان احنا نركز عليه اللي هو الخاص بالميد. طيب انا عندي نوزجين من الميد. نبص كده مع بعض كده ونحاول نوضحهم بالرسم. نشوف كده مع بعض اهو. لما بتوبها عندي حاجة زي كده. ده قاعدة. نموزج لقاعدة. اهو. كده. ودي قاعدة. في بعض الميد ده قاعدة عادية وهنا المسلحة وهنا المسلحة. في بعض الشغل بتكون عندي بتكون عندي الميدة بتبقى وصلة لحد وش الايه? وش القاعدة المسلحة. بس. بتبقى ركبة. بص لو لاحظت انها ركبة فين? ركبة على الاعدة بتاعة الايه? العادية. وصلة لحد لحد وشي الايه? الخرصانة المسلحة. وفي بعض الشغل. بعض الشغل. الميدة دي بتبقى فوق. يعني بص كده اده اهي. دي العادية. ودي كمان قاعدة عادية اهي. وهنوضحها دلوقتي بالرسم برضو. وحنشوف نموزج تاني. وعندي دي الخرصانة لقاعدة الخرصانة المسلحة. وده قاعدة الخرصانة المسلحة. وجوا العمود. خلي بالك بقى من اللي هيحصل دلوقت الميدا بتبقى ركبة فين بقى ركبة على القعد المسلحة كمان يعني مربوطة مع العمود ده من المزاجين وطبعا فيه بنختلف او يعني في الاسم الدارك كده ما بين الصناعية بره في الشغل بيقول لي هنا ممكن يقول لك كده اسمها ميدا وهنا بيسمها شداد شداد ليه لانه بيربطوا مع العمود يعني الشداد ده او الميدا دي ركبة وتسلحها بيكون هي والقعدة ورقبة العمود هما التلاتة كتلة واحدة مع بعض تمام كده بيكون التسلح بتاع دي مربوط مع القعدة مربوط مع رقبة العمود اللي طلع دي وبالتالي بيسمها شداد بيبقى مسكة العمود مربوطة من العمود ده للعمود ده اما في النموذج ده هي تبقى هنا منتهية عند وش القعدة بس الحديد بتاع الميدا دي ببقى نازل جوه كده برجل جوه القعدة وبس مالوش علاقة بمين بيه العمود وبقى لما زالك لما باجي ايه بحسبه بحسبه الصقف بتاعها من هنا هنا كده لحد هنا تمام كده اما هنا بحسبها من وش العمود لوش ده الان اتنين ولازم يكون مخلي بالك عشان ده طبعا هيديني بعد غير ده. هنا هخصم نص الاعدا المسلحة بس نص الاعدا المسلحة بس لما يكون مديني البعدessä من ايه من المحور للمحور يبقى انا هخصم نص الاعدا المسلحة عشان اجيب من الوش للايه للوش اما هنا هخصم بقى فين شوف من اول وش الايه العمو يبقى انا هحسب كمان الجزء اللي راكب على الاعداء المسلحة لانه ده محسب كده كده اصلا تصب تم صبه خلاص اهو موجود لكن هنا ما تصبش تمام كده فلازم افرق ما بين الجزء ايه نروح على السلايد بتاعنا ونشوف حاجة اكسر توضيحا ونبدأ في الحسابات بتاعتنا هنا بيقول ايه المطلوب حساب طبعا هنا الميب ميم واحد يبقى انا هبدأ بالنموذج اللي هو ميم ايه ميم واحد العدد كام العدد واحد طب العدد واحد ليه هبدي كده يقول ليه تعالا كده نشوف الرسمة بتاعتنا ما انت كده كده هتروح تبص على الرسم صح واحد اهو ميم واحد هو فعلا نموذج واحد بس ليه نموذج واحد هو في الرسم هيكون مدهولك افرض ان انا طالب منك انك انت تحسب الخرصانة المسلحة للنموذج ميم واحد بس هتلاقينا مظللهولك كده وكتب لك عليه ميم ايه واحد يبقى انا مش عايزك تحسب لي بقية الميد عشان ما تجيتش نفسك في ميد وحاجات انت كده كده مش هتحسب عليها وشغل هيبقى شغل مهدر مجهود مهدر عليك طب يبقى انا بحسب مين الجزء اللي هو مطلوب مني ميم واحد هنا انا هحسب لك كله طبعا عشان ايه نشوف كل الحالات ولكن في الامتحان انت هتكون ملتزم بالنموذج اللي هطلبه منك طب ميم واحد هو ليه العدد واحد لان انا لو بصيت ميم واحد دي هي اه مقفولة من هنا ومقفولة من هنا يعني مفيش مهيش مكملة هي هنا قاعدة وهنا قاعدة وخلاص بعد كده هي محصورة ما بينهم طب ما دي زيها لا انا قلت لك في بداية الحلقة ان دي عمرها ما تكون زي دي ليه لان هنا بيقول من النص من النص من النص العمود ده هو لنص العمود ده هو البعد كام ستة متر اما هنا من نص العمود ده لنص العمود ده البعد كام اربعة ونص ازا يبقى هنا ده النموذج ده غير النموذج ده. طب هل يا مستر في نموذج تاني في مين واحد تاني. البعد بتاعها من مص العمود لمص العمود. ستة متر ما بص كده على الرسم مش حلاق. اهو كده تمام لو بصيت مفيش. كل دي ابعاد مختلفة عن البعد ده. يبقى العدد عندي كام يا شباب? واحد. طيب. لما اجي حسبوا يبقى انا خلاص عرفت العدد واحد. العرض انا كنت عرفت ان العرض كام? خمسة وعشرين. عرض الميدة. طيب وارتفاعها كان موجود في الجدوى الكام? اربعين. معديش مشكلة. المشكلة عندي فيه الجزء اللي هيبقى خاص بالايه? بالطول. لو تفتكر في الرسمة انا لسه ارسم لك الوقت. بقولك ان انا لما اجي احسب. خد بالك كده اشوف انا ما هشرها لك ازاي? مظلونها ازاي? بدء من اين? بدء من وش الاعدة المسلحة لوش الاعدة المسلحة. يعني انا عايزك تحسب لي الجزء ده من اول هنا. من اول هنا. لحد هنا. تمام? مش من نص العمود لنص العمود. وإلا كنكملها لك لحد العمود هنا. وبالتالي احنا كلنا هنطلق عليها ايه? شدات. زي ما زي ما قلنا في بداية الحلقة. طيب احسبها ازاي ديا? انا هنا عندي الاعدة دي تمانين في تمانين. وعند الاعدة دي تمانين في تمانين. ومن النص للنص هنا بيقول لي ستة متر. طب انا عايز احسب من الوش للوش. يبقى انا هخصم من النحية دي. سمعك? ها? كام? اربعين. اللي هي ايه بقى? نص الاعدة دي. واخصم من النحية دي. نص الاعدة دي. يبقى اربعين من النحية دي. واربعين من النحية دي. يبقى تمانين. من ستين يديني كام خمسة متر وعشرين. نوضحها بقى بالرسم. ونشوفها مع بعض. اهو. نشوفها كده. النموذج ده ناكد عليه كده مع بعض. انا عندي اهو. قاعدة تمانين. ده مهمة جدا طبعا عشان الحسابات اللي الشباب بيغلطوا فيها. وعندي قاعدة تانية اهي. عرضها برضو تمانين. المسلحة تمانين في تمانين. وعايز احسب من هنا. دي الميدة المطلوبة بتاعت اللي هي ميم واحد. اللي انا شفتها في النموذج من شوية. تمام? هو بقى عامل لي هنا عمود. وعمل لي هنا عمود. بيقول لي ايه بقى? بيقول لي من النص. للنص. ده. البعد ده ستة متر. البعد ده كام? ستة متر. هو عايز يحسب بقى من الوش ده للوش ده. الميدة دي بس. مليش دعب الجزء ده. هو هنا في خرصانة ركبت. في ميدة هنا تعملت. ما تعملتش. يبقى ده جزء. لو انا حسبته يبقى انا بضيفه المين? بضيفه للمقاول. هياخد عليه فلوس وانا اللي هتحاسب عليه صح كده ولا? طيب انا محسبش حاجة. هو كده كده هو اللي هياخد فلوسها. يبقى انا مطالب ان انا احسب من الوش بنسميها كده. من الوش لليه? للوش? او بره بيقولوا عليها البعد الصافي. البعد الصافي من وش الاعدة المسلحة لوش الاعدة المسلحة. نشوف مع بعض فيه الرسم. اهو كده يبقى انا اخصم من هنا كام? اربعين. وخصم من هنا اربعين. ليه? عشان اجيب الجزء لو اخصم كده اربعين. الجزء ده انا مش محتاجه. والجزء ده مش محتاجه. اربعين واربعين يبقى تمانين. ناقص. ستة متر يسوي كام? خمسة متر و ايه? وعشرين. يبقى ده النموذج الاولاني. لما يبقى عندي ميدة محكومة ما بين قعدتين. ازاي اقدر احسب الطول بتاعها? لازم اكون مركز وعيني على الميدة بتاعتي واشوفها. هل هي ركبة على الاعدة المسلحة? ولا هي منتهية عند وش الاعدة المسلحة? لو منتهية عند وش الاعدة المسلحة? يبقى احسب من الداخل للداخل. لو هي ركبة على الاعدة المسلحة واصلة لحد العمود? يبقى احسب منين? من وش العمود دهو? لوش العمود دهو? هنا هزود بقى النص وهنا هزود النص لكن انا في الشغل بتاعة ده هي منتهية هنا هخصم اربعين اربعين ليه لان الاعداد دي تمانين اخصم نصها من ناحية دي ومن نصها من ناحية دي اربعين زيد اربعين يساوي تمانين من البعد اللي هو ستة متر يساوي خمسة متر وكام وعشرين ده كان النموذج رقم واحد تعال نشوف مع بعض كده اهو فيه الجدول بتاعنا العدد واحد حطيت في خانة العدد اكتب واحد في خانة الطول خمسة متر وعرفت انا جبت الطول ده منين بعد كده العرض سابت عندي خمسة وعشرين وجبته من الجدول وموجود الارتفاع اربعين وموجود عندي في الجدول بضرب واحد في الطول في العرض في الارتفاع او العدد ممكن يختلف العدد في الطول في العرض في الارتفاع كل ده اضربه في بعض وحطه في خانة الايه الاضافة طيب بعد كده نموذج ميم اتنين ميم اتنين تعال نشوف ميم اتنين انا قلتلك انه بص لو لاحظت كله سابت العرض كله سابت والارتفاع كله ثابت اللي بيختلف عندي مين الاطوال والاعداد طب النموذج رقم اتنين اكيد حيكون مختلف عن التاني نشوفه مع بعض كده نموذج رقم اتنين اهو شوفوا اتنين دي عامل ايه بعض الشباب عندي او الطلبة زميلكم عندي ولادي بيغلطوا في حساب النموذج اللي زي ده ليه لان الطالب بيخدع فبيقوم حاسب ان المحور هو يقصد بقى في دماغه انه مفكر ان البعد ده المطلوب منه من هنا من القعدة دي لحد الميدة دي لا للأسف ده انت مطالب ان الميدة دي كلها على بعدها كده اسمها ميمة اتنين نموذج اتنين فانت مطالب انك انت لما تيجي تحسب شوف هنا ده نموذج تاني عشان يعرفك ازاي تقدر تشتغل ويحطك فيه تحت ضغط لكل انواع الميد اللي ممكن تجيلك فيه الامتحان النموذج ده شامل زي ما انا قلتلك هنا مكملة يبقى انا اعمل ايه عشان احسب دي خلي بالك بقى ان انا هقوم جامع ده الطول ده تلاتة متر خمسة وعشرين مع الطول ده اتنين خمسة وعشرين اجمعهم على بعض وبعد كده بنفس الفكرة بتاعت الميدة اللي فاتت او مخصم من هنا اربعين ومخصم من هنا اربعين ليه عشان اجيب من الوش ده ليه الوش ده لو جمعت دول على بعض كده كم خمسة متر ونص وانطرح منهم ايه طرح منهم من هنا اربعين من هنا اربعين يدين اربعة متر وكام وسبعين طيب محتاجة توضيح نشوفها كمان اهي عندي كمان انا جابها لك في نموزج صغير كده نشوفه مع بعض ميمة اتنين فين ميمة اتنين انا اعطيعها لك اهي ده الجزء بتاع ميمة اتنين اهو نخليه هو كده اهو ميمة اتنين بص بيقول لي من الاعداء دي للمحور ده هو لمحور الميدة ده اهيه تلاتة متر وربا وكمان من محور الميدة دي اخد نص الميدة واقول هي دي او محاسب تلاتة متر وربع واقوم مخصم من هنا الاربعين ومخصم من هنا اتناشر ونص اللي هو العرض بتاع الميدة واقول كده خلاص لا طبعا الاجابة هتبقى غلط ليه يا مستر لان الميدة عند مكملة ومحسوبة عندك وبيقول لك وكاتب لك عليها ان النموزج ده وكله اسمه ميمة اتنين يبقى عايزك تحسيب لي من وش الاعداء دي لحد وش الاعداء دي احسيبه ازاي اجمع المحور ده بعد المحور ده على بعد المحور ده على بعد خمسة متر ونص واخصم منه من هنا اربعين من الجنب ده ومن هنا ده كان اربعين يطلع اربعة متر وسبعين تمانين من كان خمسة متر ونص اربعة متر وسبعين طيب تعال نشوف كده في الجدول اسجلها ازاي وحطها عندي ازاي اهو العدد واحد خلي بالك لازم اكتب كده العدد واحد الطول اربعة متر وسبعين وعرفت 4.70 منا جبتها منين العرض 25 وسبت الارتفاع 40 اضرب العدد في الطول في العرض في الارتفاع وحطوهم في خانة الاضافة طيب بعد كده نموزج الثالث واكيد هيكون مختلف طبعا اللي هو ميم 3 برضو خلي بالك العدد 3 جبت العدد منين هنروح مع بعض وهنشوف دلوقت بعد كده الطول والعرض 70 هيختلف عندي مين الارتفاع والعرض 70 اللي يختلف عندي الطول والعدد 3.70 منا طب انا جبت 3.70 دي منين انا هنا بقول له نموزج ميم 3 نروح نشوف نموزج ميم 3 ميم 3 اهيه لو بصت معايا كده ميم 3 دي كانت شبه دي بالزبط اختها ليه لانها برضو مقفولة ما بين قعدتين صح مش مكملة ولكن اللي اختلف عندي البعد بتاعها هو هنا بيقول من النص نص العمود لنص العمود 4.5 متر طيب 4.5 مجحس بالميدة دي هي برضو منتهية عند مين يا شباب عند وش الاعدة المسلحة اهي من هنا لحد هنا ما تجيش تحسب لي كده من العمود دا للعمود دا ولا اللي جابها تبقى غلط امت حسبها لما تكون الميدة مكملة وركبة على الاعدة المسلحة ووصلة للعمود لكن هنا من الوش دا للوش دا انا دا اللي انا محتاجه طيب هو بقول لي من النص للنص اربع متر واخمسين يبقى اخصم من هنا اربعين واخصم من هنا اربعين اربعين من النحية دي واربعين من النحية دي يبقى كام تمانين عشان اجيب من الوش للوش تمانين من اربع متر ونص يساوي تلاتة متر وكام وسبعين وهو دا الطول طيب العدد تلاتة ليه لين أنا اللي بسيت اده واحد اهو اتنين فين التالتة بقى دي ليه اهو اربعة متر ونص وبرضو منتهية ما بين ايه قعدتين يبقى انا لازم عد العدد بتاعي واحد اتنين تلاتة اشوف كل اللي هو متشابه معاي منتهي بقعدتين زي المدى بتاعتي ونفس البعد اللي هو بتاعي ايه المحور بتاعي اربعة متر ونص وعدهم اده واحد اتنين تلاتة طب هو ده هيأثر علي يا مستر اه هيأثر عليك طب هيأثر علي في ايه هيأثر علي لما جاء اضرب العدد وهنا لما اضرب واحد في خمسة في ستة في اربعة مثلا غير لما اضرب تلاتة تلاتة دوله هو العدد بتاعك صح؟ مضرب تلاتة في اربعة في خمسة في ستة هتديني ناتج غير لما كنت مضرب كام واحد يبقى اذا هنا العدد بتاعي هيختلف اخلي بالي ازاي؟ لازم ابص على الرسم بتاعي كله زي ما قلتلك في الحلقات السابقة قبل كده نركز ونقرأ الرسم انا يقول لك قبل كده نقرأ الرسم اقرأ الرسم ليه؟ عشان ابقى عارف عندي كام نموذج من مطلوب بنفس مواصفات ميم واحد لربما انا في الامتحان ما انا ممكن اكتب لكش على كل ميم واحد زي ما انا اجيب لك في النموذج بتاعي لا انا ممكن اكتب لك على نموذج واحد بس ميم واحد واسيبك انك انت تدور على النفس الشكل عشان تحطهم في خانة الايه؟ العدد طيب يبقى انا لازم احط في خانة العدد العدد بتاع اعده منين اجيبه منين؟ اجيبه من على المسقط الافق هنا العدد مالوش علاقة بالقطاع بجيبه من مع المسقطة الهون الافق نروح مع بعض كده ونكمل نشوف النموذج التاني او الميدا التانية عندي كده ميم تلاتة خلاص اكيد هتوبها مختلف ميم اربعة طيب ميم اربعة العدد واحد طبعا برضو عرض وارتفاع سبتين اللي اختلف عندي الطول والايه والعدد نروح نشوف ميم اربعة على السلايد بتاعنا وعلى الرسم ميم اربعة دي شكلها ايه كده ميم اربعة فين ميم اربعة عندي اهو تمام نموذج مختلف من الميد نجيبه كده من على اكثر توضيح انا اهو ميم ده ميم واحد ميم اتنين ميم تلاتة ميم اربعة بص كده ميم اربعة دي عاملة ازاي لو لاحظت محصورة ما بين ها قعدتين بس البعد بتاعها غير البعد انهو البعد التاني يعني لو انا وبصت على المسقط المجمع وبص كده على المسقط كله على بعضه اهيه شوف شوف فين اهيه حييجي بقى طالب يقول يا مستر هو فين البعد بتاع دي انا ما حطت مثلا لو انا هنا حطت البعد ما بين الاعدتين دول هنا كده اهو بعد المحور بتاعه اهو طب وبين الاعدتين دول حطت هنا كده اهو طب وبين دي الاعدة دي والاعدة دي المحور بتاعهم اهو طب وهنا المحور بتاعه المحور بتاعه ما انا اقصد ان انا محط لكش هنا البعد بتاعها عشان تعرف او انا اشوفك هتقدر تستنتج البعد بتاع الميدة دي ولا لا اذا افضل ادور طب ما فيش مأس هنا ما فيش هنا مش موجودة عليها لكن لو بصيت فوق طب ما هي نفس المحور بتاع دي اه صحيح هنا كان ما بين قاعدة وميدة هنا ما بين ميه قاعدة وقاعدة لو لاحظت قاعدة وقاعدة هو المحور بتاعي اللي هو ثلاثة متر كام خمسة وعشرين يبقى ثلاثة متر خمسة وعشرين من العمود ده اهو لحد العمود ده اهو فين البعد بتاعي البعد بتاعي موجودة اهو من المحور للمحور بس مش مكتوب عليها انا كتبولك او موجود على نموذك تاني فوق فلازم انا اشوفك او اشوف مدى قدرتك على استنتاج الابعاد ودراسة الرسم بتاعك وقراءته قراءة جيدة الابعاد اللي موجودة عليه اجيبه منين جبته من فوق ثلاثة متر كام خمسة وعشرين اخصم كم من الناحية دي اخصم اربعين من الناحية ده اربعين اربعين من هنا واربعين من هنا عشان اجيب الصافي تمانين يبقى اه تمانين اخصمه من كام ثلاثة خمسة وعشرين طب العدد بتاعي انا عندي كام نموذك بنفس الشكل ده لو بصت كده مش حلاق ليه لاني مش حلاق نفس البعد اوعى بقى تقولي ده لان ده انا حسبته قبل كده وقلتلك ان الجزء ده خاص من اول هنا الحاد دي هنا من الاعدة دي للاعدة دي موجودش منتهي عن الميدا دي زي ما كان موجود فيه النموذك ده ده حاجة وده حاجة يبقى ده الواحد وكده منفرد العدد كام واحد يبقى العدد واحد وقوم جاي في خانة الطول اشوف البعد بتاعي من المحور للمحور تلاتة متر وربع هو فوق اهو هو لو جيت اسقطه هو الموجود عندي من هنا لحد هنا لان ده اسمه بنقول عليه خط محور قاسم العمود نصين من هنا وهنا تلاتة متر وربع اخصم تمانين من ناحية دي وتمانين من النحية دي اربعين من هنا واربعين من هنا يبقى تمانين اخصومهم من تلاتة متر وكام وربع نرجع نشوف النموذج اللي بعده اللي هي ميم كام ميم خمسة ميم خمسة العدد واحد وبرضه هتختلف في الايه في الطول تعال نشوف كده النموذج رقم خمسة اكيد هكون شكله مختلف وطريقة حسابه هتبقى مختلفة ميم خمسة اهو ميم خمسة لو بسيت كده على ميم خمسة ده جاي من فين لحد فين ايوا سامح حد بيقول لي يا مستر ده من هنا لحد هنا اقول لك غلط الاجابة غلط طيب يا مستر من هنا لحد هنا بس فين البعد بتاعه اهو واحد هيقول لي كده هو هو ده يا مستر هي دي ميم خمسة ما بين الاعدة ده ها وبين الاعدة دي ممكن واحد يغلط ويقول لي لا تهي من الميدة دي لحد الايه الاعدة دي اقول لك لا للأسف دليل ان انا كتبتلك ميم واحد عليها كلها بص ماشي من فين لحد فين اهي بس هي هنا ايه اللي مختلف عن باقي الميد ان هنا فيه رقبة وهي ماشي كده معدية على ميدة ومعدية دي على ميدة. لكن الطول بتاعها الطول بتاعها من اول الاعدة دي لحد الاعدة دي. يبقى انت عايزة وصلنا الايه يا مستر. يبقى انا عايزة اوصلك انه طول الميدة دي موجود فين فوق اهو. يبقى انا كده لما اجي حسبه او مجامع اتنين متر وربع على اربعة متر خمسين يديني ستة متر كام خمسة وسبعين. ده ستة متر خمسة وسبعين منين لفين? من النص للنص. تعال كده نوضحها بالرسم ونشوفها كده مع بعض. اهو. عشان برضو تكون اكسر توضيحا. نشوف كده مع بعض. انا عندي كده اهو. الميدة دي محتاج ان انا وضحها لاني طبعا عليها شغل كتير وفيها معلومات. اهو لو انا قلت لك كده. ادى الاعدة زي ما هي مرسومة. تمانين. وعندي الاعدة التانية كان تمانين. تمانين وتمانين من كلنا احنا. وعندي هنا هو فيه الميدة ماشية كده. بتاعتي. بس فيه هنا ميدة عرضها خمسة وعشرين. وعندي فيه هنا ميدة عرضها خمسة وعشرين. انما المحور بتاعي كان عامله هنا قاعدة وهنا قاعدة كده اهو. اهي. ومدين البعد كامل من هنا لحد هنا. كان البعد كام كده كاتب لي هنا اتنين متر وربع وكاتب لي هنا كام اربعة متر ونص. طيب انا قلت لك بقى عشان احسب ما تجيش بقى لو انت جيت حسبت من هنا لحد هنا بس وقلت لي هي دي ميم خمسة يبقى الاجابة غلط. ليه? لان انا عايزك تحسيب لي من اول هنا بدليل انا كتب لك ميم خمسة على الميدة دي كلها. يبقى انا عايزك تحسيب لي من اول هنا الوش لحد هنا الوش. يبقى كل ده داخل معك في ميم كام ميم خمسة. اعملها ازاي? ام جامع اتنين متر وربع على اربعة متر خمسين يديني كام ستة متر خمسة وسبعين. او انطرح منها تمانين. تمانين ليه? عشان اجيب النص ده اخصم اربعين من هنا واربعين من الناحية دي او انجيب الوش ده اهو. يبقى كده من هنا اخصم اربعين ومن الجامع ده اربعين يبقى تمانين من ستة متر كام خمسة وسبعين. ها يديني خمسة متر كام خمسة وتسعين. تعال نشوفها كده مع بعض في الجدول بتاعنا على اللي سليت اهو. هي كانت موجودة فين? لو بصيت كده اهو. في الجدول بتاعنا. ميم خمسة العدد واحد. خمسة متر خمسة وتسعين. ما انا قلتلك طرحت اربعين من ستة متر خمسة وسبعين. العرض خمسة وعشين سابت. الارتفاع اربعين. بضرب الطول العدد في الطول في العرض في الارتفاع. وحطهم في خانة الاضافة. طيب ايه لا يحصل بعد كده مستر با? لما انا خلصت النمازج بتاعت بتاعت الميد. انا كده انت وضحت لي. وقلت لي انك انت خلصت جميع الحسابات الخاصة بيه. الخرصانة المسلحة. لكل من الاواعد ورقاب الاعمدة. وكمان حسبتلي لايه? الميد. بجميع النمازج بتاعتها ميم واحد لحد ميم كام ستة. وان كان في الامتحان ممكن اطلب منك نموذج واحد. فانت مش مطالب انك انت تحسب كل النمازج اللي موجودة عندك من الميد. الا النموذج اللي انا هذكره لك بس في ايه? الامتحان. طيب. كده انت جمعت جبتلي او حسبت كل المؤيسات الخاصة بيه اعمال الخرصانة للميد والاواعد واجزاء الاعمدة المتدخلة. طيب وكتبتلي كمان ايه? المواصفات بس انت لسه لحد دلوقت ما قلت ليش انت عندك كم متر خرصانة مسلحة مكعبة عشان اقدر اقول للمهاول انت عندك مسلا وليكن مت متر مكعب خرصانة مسلحة بالمواصفات اللي انا قلتلك عليها عندك تلاتة متر ميدة كزا اربعة متر ميدة كزا خمسة متر اعدل فلانية اربعين سنتي رائبة عمود فلاني بقى انت فسرتله في المؤيسات. التجميع دي بقى كلها اجيبها منين? او مجامع كل اللي انا عملته في خانة الاضافة. وقوم نقله حطه في خانة الايه? الجملة. وبالتالي في الاخر فانا بقول للمهاول عندك مسلا وليكن مت متر مكعب خرصانة مسلحة نشوف مع بعض كده في الجدول. اهو. هنا كده جمعت الايه? جمعتهم. جمعت اللي في الاضافة كله. على بعض. وطلع كم ستة متر تمانية وتمانية لو بصنا كده. اهو. جمعت اتنين متر وخمسة. تلاتين من مية. اتنين وخمسين من مية. سبعة اربعين من مية. متر واحداشر. اتنين متر خمسة اربعين. خمسة اه. خمسة كم دي. خمسة وآآ. تسعة وخمسين صنط دي. تسعة وخمسين ونص. يعني مش مكملة ستين صنطي خرصانة. بعد كده الميدة رقم ستة. متر وتسعة وخمسين. لما جمعت الدول كلهم على بعض كده طلعوا كم ستة متر تمانية وتمانين. يبقى انا عندي ستة متر و88 متر مكعب خرصانة مسلحة انا كده بقدر بقول له انت عندك 6 متر 88 متر مكعب خرصانة 7 متر تقريباً اللي ربع هتاخد المتر بكام وبناء عليه بيقدر يحط لي السعر بتاعي طيب نشوف مع بعض كده الشريحة اللي جاية انا كده خلصت اعمال الخرصانة المسلحة هدخل على اعمال حديد التسليح طيب اهو ده طبعاً كان التوضيح بتاعي والتفصيلات اللي موجودة فيه الميد عشان كل نموذج من دول قلت لك من مختلف عن الاخر اهو لو انا بصيت كده مراجعة سريعة الميدة دي كانت مقفولة ما بين قعدتين ولكن بعدها كان مختلف عن البعدة ده ده كانت 6 متر اهو لكن ديان 4 متر وكان ونص والنموذج ده كان نموذج قعدتين ولكن بينهم ميدة النموذج التاني كان ده قعدتين وما بينهم ميدة وميدة اه انا بصي كده مقفولة اه بل لكن كان بينهم ميدة وميدة طبعاً وديا كانت اهو ما بينها 100 واحدة. ده النموذج ده مختلف عن ده 600 مختلفين عن بعض وكل واحدة وليها طريقة في الشرح بتاعها. لو بصت ده كده كده شرح توضيحي اهو انا جاب لك النموذج ده عشان نبصه مع بعضه ونأكد على الكلام اللي انا كنت شرحه في الاول وبقول لك لو بصت هنا بص ده كده اللي انا كنت بتكلم عليه وبقول لك ان ده شداد. ليه شداد? لان بص لو بصت الشداد ده راكب فين? على الاحدى المسلحة والحديد بتاعه اهو ممتد داخل في رائبة العمود مع تسليح الايه? الاحدى المسلحة. لو بصت كده الكتلة دي على بعضها كده كتلة واحدة. اهو الميدة حديد الميدة او الشداد بقى عشان نطلق عليه الاسم صح. الشداد بتاعي الحديد بتاعه داخل مع رائبة الايه? دي رائبة العمودة اهو. النموذج ده موضح رائبة العمودة اهو. وده وش ايه? الارض او سطح الارض. طبعا بص كده الحديد بتاعه اهو مربوط مع الشداد مربوط مع الاعدة. التلاتة دول كتلة واحدة وده بيفضل في بعض الايه? في اغ في اغلب الانشآت. ليه طبعا على حسب ظروف كل مبنى. ده بيستخدم في حاجة وده بيستخدم في حاجة. كل مبنى ولوه طبيعته في الاستخدام. طيب. لكن في النمازج اللي احنا اشتغلناها كان منتهي من اول وش القاعدة دي. الميدة بتاعت كانت منتهية. من وش القاعدة لوش القاعدة. كانت هنا واقفة هنا. لزالك انا كنت بحسب من اول هنا لحد هنا. بس الجزء اللي هو اللي كنت بحسبه. تمام كده? ده عشان نوضح الاختلاف بتاعنا. ما بين الشداد وبين الميدة. هنا انا شفت الشداد داخل في حديد التسليم بتاعه داخل مع رابط العمود. بعد كده هندخل في جزء التاني من الحلقة بتاعتنا عمل كشف تفريد الحديد. انا هنا بحسب بها كشف تفريد الحديد وهناخدها او هنبدأ بالاواعد. وعندي طبعا جدول الاواعد. جدول كشف الحديد بيكون مختلف تماما عن جدول الكميات والمواصفات. لان جدول الكميات والمواصفات لو انا فتكر كان هنا باند باند الاعمال عدد طول عرض ارتفاع خاص باضافة جملة ملاحظات. ده جدول. اما جدول الحديد نموذج تاني خالص ومختلف بشكل تاني خالص. بيكون التفريد بتاعته زي ما هي قداني كده لازم اكون حافظه وفهمه. بيقول لي هنا باند باند الاعمال كتر السيخ بالملة. الخانة التانية العدد بالوحدة. يعني كل اعدة هيبقى فيها كام. او كل اعدة المتر محطوط فيه كام سيخ حديد. طيب العدد الكلي اللي كده انفراد السيخ بالمتر. بعد كده عندي حاجة اسمها ليه? التفريد. بعد كده خانة اسمها خانة الملاحظات. طيب. لو بصيت هنا كده في بيان الاعمال لازم اكتب له انا هشتغل على ايه? وهحسب ايه في الاول? فابقول له تسليح الاواعد العدد تمانية ماشي شوك اسمها ايه? فارش. نبص كده مع بعض يا شباب على الرسم بتاعنا. نشوف الجدول بتاعنا اهو. لو بصينا في الجدول كده. اهو الجدول بتاعنا. الجدول ده اهو بيقول لي هنا ايه? في تسليح الاواعد خمسة هكبرها لك ايه? فاي يعني قطر. تلاتاشر ملي متر. يقصو دي بقى بالجملة دي. بيقول لي. نعفوا. ان حديد التسليح اللي مستخدم في الاعدة الاعدة الواحدة هحط فيها خمسة. يبقى العدد كم? خمسة. فاي يعني قطر السيخ. فاي دي معناها قطره. قطر السيخ. قطر السيخ كم? تلاتاشر ملي متر. يبقى كده محدد ان كل اعدة فيها. وإلا لو انا بحسب بالمتر. كنت حاجة اقول لك ايه? خمسة. فاي. تلاتاشر. وهم عمل لك شرطة كده وكتب لك ميم. يبقى معناها. خلي بالك فيه فرق يا مستر. اه. فرق ما بين في المتر وبين الاعدة. هنا بيحسب بالاعدة. يقول لك الاعدة فيها خمسة. هنا الاعدة المتر فيه خمسة. تمام كده? يبقى انا حط كام? خمسة فيه الفارش. طيب انا عايز اوضح مقطة قبل ما ايه? قبل ما ننهي والحلقة بتاعتنا تنتهي. انا عندي حاجة اسمها في الاواعد. في التسليح عندي حاجة اسمها فارش. وحاجة اسمها غطاء. ايه الفارش وايه الغطاء? الفارش ده حديد رئيسي. بيكون في الاتجاه الصغير. بيتحط في الاتجاه نون الصغير. ده كده? لما اجا رصه كده ده اسمه حديد فارش. وهو اللي بيبقى اسمه الحديد الرئيسي. عشان هو اللي عليه شغل كله. بيبقى موجود فيه السقف والاواعد. اسمه فارش. بيزيد في المتر سيخ عن الغطاء. الغطاء اسمه الحديد الثانوي. اللي بيبقى موجود فوق. وظيفة الغطاء ان هو بيتربط في حديد الايه? الفارش. يبقى عند الاساس بيكون فين حديد الفارش. يبقى لما اقول لك فارش. تبقى انت عارف ان هو اللي هتحط في الاتجاه نون القصير. ولما اقول لك غطاء يبقى هو اللي موجود.